اشتركوا في القناة في ظل قيادة السموه الحكيمة مؤكدا سموه في برقيته على متنة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين الولدين والشعبين الشرقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى ببرقية تهنئة مماثلة إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وأخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب أمير دولة قطر وإلى أخيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأخيه سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر مهنيا سموه بهذه المناسبة الوطنية